أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدي الأكارم أنتم معنا في برنامج الفريق الدولي جزء الأول من هذا البرنامج خصصناه للحديث عن كلاسيكو عن كرة القدم الدولية والآن نتحدث عن محترفين وما يفعلونه في الدوريات الأوروبية والبداية برامي بن سبعيني الذي شارك أساسياً نفقة فريقه بوليسيا دورتموند هذا الأسبوع في دورها الأبطال ولكن للأسف الشديد خسر بنتيجة خمسة اثنين أمام نادي باير ميونيخ كيف تقيم أداءه قاسي السعيد؟ قيم الأداء في الشرط الأول رامي بن سبعيني أدى مقابلة لأباس بها هو كطيلة اللعبين خاصة المدافعين تعد دورتموند ولكن في الشرط الثاني ما نلمش إلى رامي بن سبعيني للموا كل الفريق الفريق كله هو حدث وغرق في المقابلة هذه نظر نقول بالشرط الأول رائع أما في الشرط الثاني جزالي ماشد دي جوارتها كان في صورة الفريق محمد شرط أول رائع شرط الثاني كان سيء خصوصاً في لقطة وتأثر بزاف لأنه كان جوز من لقطة الهدف الثالث لقطة هدف لوكاس فاكساز فاكساز بك فاكساز عيت أنا بديت نتعب جوليان بارانت هو لي يرد الكوار لا لا صح كان هو جوز أيضاً من لقطة لأنه التغطية كان سيئة لوكاس فاكساز القل مساحة الكاملة باش يدخل حتى المنطقة العمليات ويسدد نوستين كوترا فورا بلوش حبيتنا نقول لك تم رأيت فاسكاز باش يلعب إن دو ضربها مدافع دورتموند بنسبائري مكان شي سنافيا أنا باش تخمم أنه احترحت ما صعب شوية كان في صورة القتل كان في صورة الفارق تاعه شوط أول قدم فيه أداء في أعلى مستوى شوط ثاني كان سيء ولكن يبقى أنه شارف كبير أنا حتى الناصر ريال مادريد كنت كم يقولوا في قمة الفخر أني أشاهد ابن بلدي الذي انطلق من هنا من الجزائر خريج المدرسة الجزائرية 100% من قسنتينة إلى بولوسيا دورتموند الذي يعتبر واحد من أحسن الأندية في العالم قبل أشهر قليلة فقط شارك في نهاية ربيط أبطال أوروبا وخسر أمام ريال مادريد ليسوا أحظوا لأنه لعب أمام ريال مادريد في المبارد نعم ولكن كان موجود لو كان دورة ربيط أبطال أوروبا كان تحسب رامي بن سبعيني في المسيرة التاعه بعد أشهر ليسوا أحظوا أوقعته القرعة مجددا مع ريال مادريد ولسوا أحظوا ريمون طادة جديدة من ريال مادريد رأوا يتعلم هذا الدروس يبقى واحد من أحسن المدافعين في العالم في الوقت الحالي وأحسن مدافع في صفوف المنتخب الوطني الجزائري كل ما يقع لي رامي بن سبعيني يعتبر درس جديد خصوصا ما وقع في ملعب سانتياغو بن نبيه درس جديد حتى لما يكبر رح يعتز بها كذكرة رغم أنه خسر ولكن رح يعتز بها وتبقى من أحسن ذكاياته لأنه واجه فريق عظيم اسمه ريال مادريد وإنجازه أيضا كان عظيم جدا لأنه الحق إلى هذه الدرجة رغم أنه انطلاقته كانت من هنا من الجزائر وأنت تعلم محمد والكل يعلم أنه صعب جدا 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 أنك تنطلق من الجزائر وتصل إلى العالمية نتكلم على كورة القدم نتكلمش على أمور أخرى نعم عملية تنمر من بعض مرضى القلوب على بن سبعيني في وسائل التواصل الاجتماعي لم أجد لها تفسيرا ولا معنى وكانت بدون هدف تتنمر على لاعب يلعب في القمة يلعب في دور الأبطال تتنمر على لاعب يعتبر صمام الأمان في دفاع المنتخب الوطني الجزائري تتنمر على لاعب مثل ما قال بن شابير منذ قليل بدأ من العدم وانتقل رويدا وتصاعد مستواه إلى أن وصل إلى نادي بوريسيا دورتموند والآن يلعب أمام أقوى وآتى الأنذية في العالم ومرشح أيضا للانتقال إلى أنذية أوروبية أقوى يعني لماذا هذا التنمر لماذا نحاول أن نسخر من بعضنا البعض رامي بن سبعيني يبقى من أهم اللاعبين الجزائريين الموجودين في القارة الأوروبية يبقى قلب الأسد في دفاع المنتخب الوطني الجزائري ونحن نفخر به دائما ونشجعه وهذه الخسارة ليست له أي صلة بها لا من بعيد ولا من قريب أدى الأداء الجيد فيها الشوطة الأول وكان مثل صورة النادي فيها الشوطة الثاني من يتحمل المسؤولية الكاملة والمدرب نوري شاهين الذي قام بتغييرات غير مفهومة صغير مهدوذي أول تجربة يحتفظ بنتيجة المباراة ربما لم يصدق نفسه بأنه منتصر هدفين مقابل سفر ولكنه لم يقرأ تاريخ ريال مدريد جيدا لكن لم يقرأ التاريخ جيدا أمين أحيانا أمين الحقيقة تكون أمانك ولكنك لا تراه المدرب معروف بالريمونتادة أمين كان عليه أن يواصل في الشوطة الثانية هو المسؤول الأول عن الخسارة هو المسؤول الأول هو المسؤول هو ليتسبب التعب كبير بدني للاعبه لأنه حملهم ضغط المباراة وحملهم كل هجمات ريال مدريد طيلت تقريبا شوط كامل في 53 تبدأ تدير تغييرات تنحيي الهجوم والدخل المدافعين هناك قهرت لاعبك وحملتهم ما لا تقاتلهم به تتعرف أن هذه الانتفاضة على ريال مدريد لما يكون خاسر ويسجلك هدف انتفاضة صعب جدا أنك تسيرها وشوف تكون تشاهد المباراة لما تشوف ريال مدريد سجل الهدف الأول والله غير تكون متأقن بالله الهدف الثاني روجي في القريب العاجل كان بايا بوروسيا دورتموند الهدفين تعوي سجلهم في أربع دقائق في الشوط الأول ريال مدريد رد عليه سجل الهدفين في دقيقتين في دقيقة 59 عندنا صورة دقيقة 59 ريال مدريد خاسر 2-0 دقيقة 61 ريال مدريد متعادل 2-2 وهذه الأمور لا تشاهده إلا في ريال مدريد وزيد أمين بن سبعيني وجه مهاجمين عظام بابي فينيسيوس رودريغو بيلينغ هام بن سبعيني وجمية رهيبة كان شوف كان يجيل عندهم من عندك بيلينغ هام الجهته وعنده رودريغو دايمن تم وعنده لوكاس فاسكيز أيضا لازم يراقبه وعندهم بابي ليروح مدو مدو أن تصل بك الوقاحة الانتقاد لاعب يشارك في دور الأبطال ويلعب أمام ريال مدريد وأنت مستلقم في مقهى وتتنمر عليه قمة الوقاحة محروفة من أبد الأبيدين ونزيد نقول جملة واحدة عندها مرض القلوب واضعة في النفوس نعم نزيد نقول لك حافظة شيء آخر من يتنمر على بن سبعيني بيلعبه ضد مبابي هو يلعب بهم بالبليستيشن وبن سبعيني لعب ضدهم يعني كوري عام وكل ذلك عطينا تغريدة بن سبعيني حتى نقرأها سويا اللعب كان متحسر على تبيع نقاط هذه المباراة و هنا أحمل المسؤولية بطريقة غير مباشرة للمدارب يقلك أنه طريقة غير مقبولة بتاتا اسمحنا فيها المجهودنا في شرط الأول يروح في شرط الثاني أتكلم على الجماعير بوروسيا دورتموند قال لهم شكرا جزيلا الجماعير التي تنقلت من بعيد بشتساندنا ونقوم بشتساندنا ونقوم بشتساندنا ونقوم بشتساندنا ونقوم بشتساندنا وكانوا أقوية كالعادة هنا تلقى رمي بن سبعيني يلقى الدعم من جماعير بوروسيا دورتموند لأنها حتى لما خسروا بخمسة قاعدة تشجع لاعبها بعد نهاية المباراة لأنها تعرف قيمة ريال مادريد كان كين واحد المناصر درت غريدة قال لهم كان موجود في سونتياغو بيرنابيو قال لهم شيء غريب أنك تكون موجود في مباراة مثل هذه أمام ريال مادريد قال لهم تحس بعد الهدف الأول يسجلوا روديقر لاعبين لا تحمل شرامي بن سبعيني فوق طاقته ليس هو لي يقدر يجيب الفوز للفريق بوروسيا دورتموند أمام ريال مادريد لنخرج من هذا الموضوع وقال لك القلوب دينا مراد بارك الله فيك بارك الله فيك يبقى شرف عظيم أنه لاعب مثل رمي بن سبعيني ينطلب من الجزائر يوصل العالميا ينحبون لنك رغف العالميا وروا في أعلى هارم كرة القادم حجام يوصل عرضه الرائعة مع يونج بويز محليا وأوروبيا وينال إشادة الجميع نعم حتى الإيطاليين أشادوا به حتى إنزاقي نعم إنزاقي أشاد به مدافع أعتقد بأنه خطوة رائعة قام بها لما انتقل من لما انتقل هذه تغريدة أليساندرو جاكو بوني هذا إيطالي صحفي سيكون هناك بالتأكيد ها هل اكتشفت ذلك الآن لكن الضائر الأيصال لفريق يونج بويز لا يبدو سيئا على الإطلاق جزائري من مواليد 2003 اسمه حجام دفوع فوميوفر أنت فارلاريار ولواناريار فورميو سوتي يعني أنك تعود خطوة للخلف من أجل أن تقفز جيدا وأعتقد هذا هو البرنسيب المشابه مشام نونت لا تشاهد دوري لا تشاهد دوري دوري فرنسي أقوى على الأدوار دوري سويسي ولكن دوري سويسي ولكن دوري سويسي لا تشارك في حتى شي عكس يونج بويز ولو دوري فرنسي أقوى من سويسرا ولكن في يونج بويز يلعب بالمنافسات الأوروبية والتي هي أفضل مرأة بالنسبة لأي لاعب باش يبين روحو باش يبين أسمو ليبين لكوت ديالو تطلع سيئلي ماشد لاليك دي شامبيون أنا أتوقع أن ينتقل حجام إلى نادي أقوى نعم مبالما في نهاية الموسم قد ينتقل مو رميقان محمد كان في سويسرا وانتقل ألمانيا انتقل بلجيكا بلجيكا وانتقل ألمانيا مقاعد في نادي ولو قاعد في نادي ملعب حتى بطولة أوروبية عطينا وحصائيات حجام إن كانت موجودة نشاهدها سويا تفضل الله قاسي سعيد نعم حجام بالنسبة لي ولو كما تكلم مخسر في الدوريات بين فرنسا ونسويسرا ولكن فريق نادي ما عنده حتى ملعب حتى كواكس أوروبا لهذا نظر بالنسبة لي حجام اليوم اختياروا يونغ مونس هذه السنة الثانية وليلعب في رابطة الأبطال رح تكون حاجة لي يعني رح تكون مرآة لعلى المدربين والأنديا الكبيرة باش يجربوها نعم